اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تحديداً ان شاء الله هنعمل ده ده صغير هو مش كبير ده انا بطبق بيه بستخدم فيه كاملة كويسة عامله كبيز او كويس تقدر ان انت تبني عليه بتاعه اكبر او الحجم بتاعه اكبر انا استخدمت فيه اسمه ده مسلسل انا لقيته بيديني شوية ديتا عن المسلسل ده انا عامل شير من الموبايل بتاعي ده الموبايل بتاعي اهو وانا مستخدم برنامج فيزور اللي هو بيشير الاسكريين بتاعت الموبايل ده الموبايل بتاعي اللي انا بسكرول بيه قدامكم الابليكيشن مصيب جداً انا بفتح الاب مفيش فيه لوجين مفيش فيه اي حاجة انا عامله بالبلوك اول ما بفتح بيجيبلي لستة من الكاراكترز ده الديتا اللي راجعيلي دي دي لست فيو او جريت كده زي ما انتم شايفين لما بكليك على اي اه المنت من دول او اي كاراكتر من دول بيدخلني على الاسكريين التانية لو خدت بالك فيه حتة انيميشن كده صغيرة وهو بيخش الابليكيشن فيه شوية تفاصيل كده حلوة برضو طيب لما ندخل على الكاراكتر دي ونطلع كده كل دي اي بي اي كول بصوا كده خدت بالك من اللي حصل كلمة سكاي او النام اللي هنا زي النام بتاع كاب ان كوك ده لما بطلع كده بيطلع يبقى هو الاب برنام اللي فوق في حاجة كمان بقى شايف التكست اللي تحت هنا دي التكست اللي هي اللي بتنور اللي هي موجودة عندي هنا في تكست كده بتنور وبتقفل دي برضو لابلي اه هنعملها مع بعض شكلها لطيف ايه كمان عامل اه سرش ويمكن اه موضوع السرش ده في فلاتر شوفت ناس كتير بتسأل عليه او الموضوع مطلوب الناس عايزة تعمل سرش بطريقة كويسة بكلين كود ده مهم قوي انا مراعي في الابليكيشن ده از ماتش از اي كان بقدر الامكان يعني عامل البروجيكت كلين كود البروجيكت الستركتشر بتاعه كويس البروجيكت اه انت تبقى مبسوط وانت بتتفرج على الكود بتاعه مش مجرد ان احنا بنطبق البلوك ويلا شاقلب وقلب وخلاص زي ما اغلب الكونتونت اللي انا بجده دلوقتي موجود بيبقى بيطبق البلوك بس الكود سايق جدا اللي هو حرم عليك انت عاملت زي محترم جدا طب زبط الكود بتاعك لو جيت عملت على سرش على سرش بره اللي فوق ده وعايز ادور على كاركتر ودست على حرف الام بفلتر الليستة بناء على الكاركتر اللي بيبدأ بالحرف اللي انا عايزه ولو دست على كلوز هيرجعني للليستة بتاعتي تاني لو دست على اتش مثلا هيجيب لي الحاجات اللي بتبدأ بالحرف ده ولو دست على الكلوز بيقفل وال الانيميشن اللي بيلوت ده استخدمت جبت عادي من وحطتها ومفيش فيها اي مشكلة الابليكيشن ده نناول ان شاء الله انا نضيف في فيتشرز ازياد يعني ده دي البلاي لست اللي هتبقى كده لترون بقى ممكن انا نزود شوية فيتشرز كمان ممكن احنا نعمل او نعمل كده ممكن نعمل شوية عن المسلسل ممكن نزودها ونعملها مع بعض طيب مين الابليكيشن ده ينسبه يعني الابليكيشن ده مناسب لمين مين الشخص اللي انا اقول ان اه اقول له البلاي لست دي تنسبك او اتفرج او تابع معايا مين الشخص اللي ينفع انه يتابع معايا طيب انا مش بتوقع ان اللي هيتابعني اول مرة يسمع فلوتر يعني لو انت اول مرة خالص واعتع البلاي لست دي في اي حتة او البلاي لست دي في حد بعتها لك وانت متعرفش يعني ايه Roll متعرفش يعني ايه Text في Flutter متعرفش يعني ايه Widget Semical Center متعرفش يعني ايه Column يبقى البلايلس دي مش ليك يعني لوانت متعرفش المصطلحات النا انا قلتها دي لأ البلايلس دي هتدرك مش هتفيدك وهتعقد لك الدنيا روح شوف البلايلس تانية تبقى Intro او شوف Course تاني يبقى Intro ليك ولو انت عارف الحاجات دي او انت قريدي عملت Application بسيط جدا ابسط حاجة بFlutter تعال اكمل معي وخد البيليست دي هتبقى مناسبة ليك ايه اللايبير ريز اللي انا هستخدمها في البروشيكت ده او ايه الحاجات اللي انا استخدمتها طبعا البيليست دي منلي مبنية على البلوك انا استخدمت البلوك استخدمت ديو كاام ااا يعني لايبير ريز سعيدني ان انا ااا افيتشي الدييتا او ان انا اكلم الويب سورفزو او ان انا اعمل ابي اي كولز مع السيرفر استخدمت اللي هي الانيميتد. اللي انا ورتها لكم اللي هي بتنور وتضفي دي اللي هي عاملة زي النيون. استخدمت ايه تاني? استخدمت كمان حلوة قوي. نسيت نسيتها وراها لكم. بص. بص الحلوة دي. لو انا دلوقتي جيت. انا دلوقتي جيت قفلت الواي فاي. بص انا هقفل الواي فاي عندي على الموبايل دلوقتي. قفلته. بص كده اللي هيحصل. انا قفل الواي فاي. طلع لي قال لي كانت كونيكت شيك انترنت. دي اللي يبر اسمها فلتر اوفلاين. بالمناسبة انا كان ممكن اعمل فيتشر دي بالبلوك. اقدر اعملها ايامبليمنت بالبلوك. بس اسهل لي اللي بيرار دي. هنشوف الكود مع بعضي ونشوف كل الكيسز. بس اللي بيرار دي سهلتلي الدنيا جدا. مش محتاج ان انا اعملها بالبلوك. ينفع ان انا اعملها بالبلوك. والبلوك اصلا هدفه ان هو يمنج الستيت بتاعة الاب كله. هو ده غرض البلوك اللي هنتكلم عنه في الفيديو الجاي. بس انا لقيت ان ده اسهل بالنسبة لي. وغرض البلوك اصلا ان هو يسهل للدنيا. لو رجعت النت تاني. رجعت الواي فاي بتاعي تاني. لوحده من غير ما اعمل رفريش. من غير ما اعمل اي حاجة. هيرجعلي. الديتة بتاعتي لوحده تماما تماما تماما. فدي الحاجات اللي انا مستخدمها. في الاب. ان شاء الله يبقى آآ بلاي لست خفيفة. ونتعلم منها. ونفهم البلوك مع بعض. غرض البلاي لست دي هو زي ما بقولك. هو شرح للبلوك. مع شوية كده خفيف. مع شوية في ان انت بتاعك بتاعك ازاي. الكود خليه كلين ازاي. تزبط بتاعتك ازاي. مع البلوك. بس كده.